في شأن مختلف أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ألين هيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه مرسوما بقانون بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر بما ينسجم والسياسات التنموية للدولة ويهدف المرسوم بقانون إلى ترسيخ مكانة الدولة كمركز جذب رئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر إقليميا وعالميا واستقطاب وتشجيع الاستثمار الأجنبي وتوسيع قاعدة الإنتاج وتنوعه واستقطاب التكنولوجيا المتطورة والمعرفة والتدريب بجانبي زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات ذات الأولوية لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل في المجالات المختلفة وتحقيق العائد الأفضل للموارد المتاحة وتحقيق قيم مضافة عالية لاقتصاد الدولة